السلام عليكم متاحي طيب الكل محبي قناة كريم كسر إنما كنتم مرحبا بكم معي مجديد هنا في هذا الفيديو سنتقسم معكم جميع أنواع المساعدات التي ستكون سنة 2023 طبعا الحكومة الإسبانية تكلمت في 2022 على مجموعة من الإجراءات والمساعدات التي ستكون في 2023 التي ستدخل في حيث التنفيذ بما أننا دخلنا في 2023 خاصة نوضح هذه الأمور التي هي مهمة كثيرا واللي كلكم خسكم أتعرفوها باش عرفوا شن هو يعني وقعنا في إسبانيا هات السنة هذي كينا شي حواجة نوضح لكم كيفاش غديروا طلبهم إلى تسع الوقت ولا بقت شي حاجة أخرى نتقدروا نتكلموا عليها في الفيديو الجاي إن شاء الله الفيديو غادي يكون إن شاء الله موضح بزاف دي الأمور مهمة أنا مني الفيديو وانتما منكم إن شاء الله اللايك والبارتاج بس وصل المعلومة للجميع غادي نتكلموا على واحد الحاجة مهمة صدقة عليها إسبانيا شنو هي تمديد عقد الكراء بالنسبة للناس اللي تسالت لهم الكونترا ديل الكراء هاد البداية دي سنة الفين وتلس وعشرين ما قدروا شي يلقاهوا الكراء مثلا ديال ديور ومول الدارك يفرض عليهم أنهم يمشيوا حالهم فما يقدروا شي يخرجوهم دبا لأن الحكومة الإسبانية عطت الحق للتمديد عقد الكراء ستة أشهر أخرى يعني الإنسان وخطرت الكراء يقدر يزيد ستة أشهر أخرى بالله ما يدبر الكراء على خاطره طبعا الحال خصوه يبقى يخلص مشي يسمح في الخلاص الحكومة تعاونات مع هاد الناس هادو باش تزيدهم ستشهر ولكن خص يبقى يخلص في الحالة هذي وتبقى الستشهر أخرى وخالكم ترات سالات فمول الدار خصويت حمل هاد المسألة هذي لأنه هو آآ دعم من الدولة زائد مسألة أخرى اللي قصنا نتكلم عليها أن الحكومة الإسبانية كانت تكلمت على مياد أورو لكل طفل ما بين آآ صفر أنيو احتانة للسنين ما بين زيرو احتانة للسنين مياد الأورو كل الطفل يعني أي واحد أي أسرة عندها طفل سن ديرو ما بين من الخلوق حتى ان تلسنين غا دي بقى يتخلصوا عليه مياد الأورو هاد شي ليس كلمت علي الحكومة الإسبانية اللي غيكون سنة أفل وثلاث وعشرين اللي الإنسان يقدر يطلبها آآ من دابا بما أننا دخلنا في الفل وثلاث وعشرين مسألة أخرى مهمة اللي هي كما هادي مسألة مهمة بزاف اللي ما عرفينه شي بزاف دي الناس أي واحد ولا عنده الحق أنه ياخد سبع أيام دي الراحة إذا مرض له شي واحد من العائلة إذا مرضت له مرضه أو لأمه أو للأب دياله أو للأخ دياله والأخ ديالك يعيش معه فمن حقك أنك تطلب سبع أيام ديال العطلة أنك باش تحضي آآ واحد من العائلة ديالك هدا قانون جديد طبعا هاد السبع أيام ديال 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 العطلة كندون أنا مخلصة ما متأكد شي منه ولكن السبع أيام متأكد منه أن خلت حيز التنفيذ أن أي واحد من العائلة ديالك مرض لك تخضرت أخوت سبع أيام باش تمشيت آآ طرعاها تحضيه مثلا تقابلوه أو تدلوه مصالح دياله غير واش مخلصة أو لله عندك سيدي واحد مسألة أخرى اللي هي البونو كولترال البونو كولترال شن هو هي واحد لمساعدة ديال 400 أورو غد تعطل الشباب كامل أي شاب أو شابة كملت منتصر سنة كملت منتصر سنة هاد العام هدا فهو غادي يخد 400 أورو من عند الدولة الإسبانية 400 أورو يخسرها كيف ما بغا يعني يخسرها في الكتب الكتوبة ولا السينيما ولا والألعاب ربعمية ديال أورو بونو كولترال بالنسبة للشابب سيفا عمال يكملوا تمنتصر سنة الفوق واللي ديجا ديجا عنده تمنتصر سنة تسعتاش وعشرين ها غادي يطلب عمال يتكمل تمنتصر سنة دبا تهوى دخل معهم مسألة أخرى هي ديال زيادة زيادة عسرة في المية في البارو يعني البارو أي واحد كان كيتخلص للبارو هاد آآ سنة bast am 2023 غادي تزادلو عسرة في المية في الخلصة ديالو. gerçekten كان كيتخلص في البارو الف اورو غادي تزادلو العسرة في المية غا تولي له الف وماء دول اورو كان كيتخلص سعمية الأورو غا تولي له تسعمية وآة تسعين دول اورو بحاله هكا يعني جدزادلو عسرة في المية في الصاليالديالو ديال البارو للي كيتخلص. مسألة أخرى اللي هي مهمة أيضا السيمانتيني البونو دا الكيلير كانوا خرجوا واحد مساعدة ديال الخوبينيس لعمل اللي فات ديال الكرة اللي هي خمسين وخمسين اللي تستفضوا منها الشباب سنة الفين واثنين وعشرين هاد المساعدة الكرة بنسبة للشباب اللي اقل من اقل من خمسة وثلاثين سنة غادي يبقاوا يستفضوا منها هاد سنة الفين وثلاثين كاملة سيفا عامة دراري اللي كارين اللي كانوا كيستفضوا السنة اللي فاتز مسألة أخرى هي الزيادة كما كيقولوا دي لوس امبليالوس بوبليكوس الناس اللي كيخدموا في البوبليك يعني في العمل العام زادت لهم تسعود فاصلة خمسة في المية في صالير ديالهم مسألة أخرى تييه مهمة بزاف اللي هي الناس اللي عندهم جوج الأطفال العائلات اللي عندهم جوج ديالأطفال كان عرفوا أن العائلات يتم وأدرانها هاد فاميليا نوميروسا عندها بزاف ديالامتيازات يستفضوا من مجموعة الدم معروف هذا القاضية فهذا بالناس اللي عندهم جوج ديالأطفال حتى هو محسوبين من فاميليا نوميروسا متى هchwم يدروب الإزراءة ديالفاميليا نوميروسا يستفضوا من مساعدة لكي تستفض منها فاميليا نوميروسا إي حاجة يعني اللي كي تستفض منها فاميليا نوميروسا ابتداء من جوج دي الأطفال وليس ثلاثة الأطفال مسألة أخرى مهمة أيضا السنة اللي فاتت طبعا الحال ستبقى سنة 2023 المدة كاملة سركانيس والروضاليس المعنى المسافة القريبة والمسافة داخل الروضاليس يعني داخل المدينة زائد المسافة المتوسطة هذا كمين سيبقى فابور يعني الترن الترن اللي كان فابور سيبقى فابور كيفما كان سنة 2022 ما كانتش كامله ولكن كانت في الأوخر دباء غادي تبقى فابور لمدة سنة كاملة دي الأفئة 23 وحتى الطبسات في بعض الأحيان غادي تكون فابور إذن هنا هادي واحدة مسألة مهمة اللي غادي تستفدوا منها بزاف دي الناس اللي عندهم الخدمة بعيدة على المكان اللي كيسكنوا فيه طبعا كنظن أنها غادي تقدم خدمة مهمة للناس مسألة أخرى واللي هي مهمة أيضا هادي واحدة مسألة مهمة بزاف كان عرفوا أن هنا في إسبانية بزاف دي العائلات استفدوا من سواء مهاجرين أو إسبان كانوا كيستفدوا لمدة سنة 2022 بهذا الميزة هادي يعني الناس كتتتخلص يعني وخاء مخداميش فهنا سنة 2023 كيتاكتواليسا شنو كيتاكتواليسا يعني كيبقى سنة 2023 كلها غا تبقى فيها لينجريسو من نمو بيطال يعني الناس غادي بقى وتخلصوا يعني عادي زي ذاك الزيادة اللي كانوا زادوهم هذه الزيادة را تبقى قبل دي الخمستاش في المية يعني غادي بقى سنة 2023 كيتخلصوا فيه الناس طبعا دب هنا يا كي نشي حويش غادي تقولوا لي مثلا منين غادي نطلبوهم يعني بالنسبة لمساعدة دي المساعدة دي المياد الأورو راها بين دي الدرية الصغر منزلون تلسين راها دي المشي للأصين دا معروفة هاد القادية إما قد تلبها راتك من الانترنت من أخين ساتر وبيطرية أو لا تقدر تمشي عند أي مكتب إن شاء الله حتى نحلو حنا إن شاء الله هاد المكتب هذا وغادي نخدمو هاد تراميتيس هذا هنا بقي محليت شنا فقط كنقرابي ليوم الفيديو هنا يا غادي تقدر تدينوها راسك أو لا تدير في أي بيرو دي الملكي خدم من تراميتيس دي أكستران خيريا زايد مسائل أخرى را نوضحوها إن شاء الله فيديو أخرين عند علاقة مساعدات فين تأخذها فين غادي تقدر تراميطرها أي حاجة إن شاء الله غادي تقسمو معكم في هذا القناة دي اللي كتهم المهاجرين بصفة عامة هنا في إسبانيا كنظن أني تقسمت معكم أهم ما كان في سنة 2023 كنتم منى أن الفيديو يكون يعجبكم وإلى عجبكم إخوة ما تنسوا تدينونا لايك الفيديو بارتاجي ولا أوسعني تقبط وصلي معلومة للجميع كننرحب كما العادة بكل مشترك جديد حتى الفيديو القديم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته